السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مردى جماعة ارجعنا لكم تاني ان شاء الله بإذن الله معانا معانا كاميون اه 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 موديل الفين و اه الفين وتمنتاشر محرك ميتان و اه ميتان و خمسين اه اه طبعا عملنا الطلياندو طبعا عملنا الطلياندو جماعة عملنا الطلياندو و اه وعطينا الوروري زي ما انتوا شايفين كنا معانا عملنا تغير الزيت كله كامل زي ما بتاعة الفاب يعني الايدبلو دي جماعة ليه ها النا شادر مششغالة مش مزبوطة فيها مشكلة طبعا زي ما انتوا شوفين كده معانا الموديلات الحديثة دي يجماعة الموديلات الحديثة دي اللي الالف هالده الحديث دي جماعة دايما مشاكله كتيرة في موضوع المارميتة دا اللي يو العلبة بالشكمان زي الايدبلو اللي هي النا شادر ساعد بتنوور معاك النا شادر ديت او بيحصل فيها سنسوري نفس الموضوع بيجيله او فيه سنسوري بيفصل او الكلام ده او الرشاش بتاع الايد بلو نفسه حتى الشمترانة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة ايها شمترانة بتاعت الايد بلو نفسه يا جماعة دايما دايما يعمل معك يعمل بلوكل تجي تزود او تمشي ما يمشيش المينمو بس ما يزودش معك المطور ولا المحرك وباش فيه عزم فدايما بيحصل فيه مشاكل كتيرة بسبب الايد بلو دي دليل ان شادر دي يا جماعة طبعا احنا بنعمل الطليون دو وبنعمل حاجة اسمها الجيراناتسيوني زي ما انتم شايفين كده معنا طبعا احنا هنعمل كل جاته للكمبيوتر طبعا نعمل كل جاته للكمبيوتر جماعة بنعمل الجيراناتسيوني عشان ينظف علبة الشكمان لان دايما اول ما بتجي انتزاتها اول ما بتكتم الفلتر بتاعها بيعطوه يجيب لك الاورور على الشاشة والمطور ما يبقاش فيه عزم في المشي نفس بتاعه فدايما مشاكلها كتير بس هي هي لها مشاكل وفي نفس الوقت ليها ميزة حلوة ميزة حلوة ان هي الميزة الحلوة جماعة ان هي بتسحب السخونة من المحرك وبتحافظ عن اقتور ورشاشات وطبعا برد التروبينا زي ما انتم شايفين كده معنا جماعة طبعا وكده خلاص كده بدأ سطيع له كده بيعمل الجيراناتسيوني زي ما انتم شايفين اللامبا دي نورت معايا اللامبا دي نورت معايا يا جماعة او ما بيعمل الجيراناتسيوني او ما بيشتغل طبعا مطارساته بيعلى معاك بيفضل كده معاك بيفضل كده معاك بيفضل كم دقيقة حوالي يا جماعة تلاتين دقيقة او حاجة زي كده يفضل زي ما واجه لحد ما المطور يفضل يعلق خالص زي ما انتم شايفين لفات المطور انتم شايفين اللامبا دي نورت معاك بيعمل الجيراناتسيوني ان شاء الله بسم الله يرجع لكم بعد اللامبا دي نورت معاك بيعمل الجيراناتسيوني يرجع لكم من كانت الباق في الوقت زي ما انتم شايف المطور صوت هيدو تاني وضي خالص فطبعا مع بعضنا كده هوريكم ازا بقى طبعا بان اه طبعا بعد ما خلصنا نجي راتسيوني يا جماعة زي ما انتم شايف كده معايا ايه طبعا خلاص هو خلص او ما بيخلص بقول لك فرما مطاري يعني نتص المطار حول تاني يا جماعة برجع لابا يا جماعة تاني بعد ما بخلص كده برجع اقرى الوروري اشوف الوروري الاول نونسونوروريجواس يعني ما فيش ما فيش اي ما فيش خلاص هو كده مسح كانش الاعطال اللي كانت جايه بالاي دبلو نفسه لو بقى معاك بعد ما بتعمل جيراناتسيوني ده يا جماعة يبقى معاك برضو نفس العطل وتلاقي بياجي معاك ومفيش عزم في المطور يبقى انت كده عندك مشكلة في سنسوري في حساس فيه مشكلة الفلتر مكتوم خالص مش هينفع يتنظف بالااااا بالجيراناتسيوني ده المطور نفسه بتاع المطور نفسه. زي ما انتم شايفين طبعا بتاعة الفب اه 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 اتماسحت خلاص مش يبتجلكش. طبعا زي ما انتم شايف طلع المفتاح من مكانه. اكبر المفتاح. متل كيابي. زي ما انتم شايف كده معي. اهي. دي دي بتاعة الفب. طبعا زي ما انتم شايف. كله رجع معي نورمال ما فيش اي مشكلة. اه لو بعد فترة معاك رجع برضو عمل نفس الوضع ده تاني. بدأ يديك العطل ده تاني يبقى في عندك مشكلة انت ذاته جامد. يعني في مشكلة جامدة في في مشكلة في العلبة الشكمان نفسها. في علبة الشكمان نفسها يا جماعة زي ما انتم شايفين كده معي. هوري هالكم دلوقتي حالا. علبة الشكمان يا جماعة. اه. عليها عليها اربع سنسورات. اربع حسيات نفسها. و و رشاش اللي هو النياتور اللي هو بيبخ الا اه. بيبخ الا اي دو بلو نفسه. اللي هو النشهادة. زي ما انتم شاف طبعا مش عايز قلوكم الحررة بتاعتها عمل ازنان ده 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 ما تقرب من ناحيتها من كتر السخونة بتاعتها. فزي ما انتم شايفين كده معايا اه اه. اه. اهم شيء في الايدبلو دي يا جماعة انك دايما عطل من فترة في فترة تعمل له الجنراتسيوني عشان ما يكتمش معاك الفلتر لان فلتر حاجته غالية طبعا حاجته غالية في ناس بتلغيه في ناس بتلغيه كتير بس يصدقوني اه هو ما تعملش عشان يتلغي او الكلام ده هو طبعا بيحرق العدم وفي نفس الوقت بيدي المطور برودة يعني معاك الرشاشات دي يدي دايما ساعة بتلغي الايدبلو اول مشكلة بتقبلك بعد ما بتلغي الايدبلودية اول مشكلة بتقبلك تقبلك تهايدaker اول شيء بتقبلك الرشاد على الطول بعدها وفي متطر فترة مسيطة تقبلك الرشاد فهوشها كتير بس واحدة واحدة معاها هتصل للعيوب ها دايما وتظبط أموره ولدي أي مشكلة زي ما احد اخبرتك تعمل دائما الناجراتسيوني وايزا ما لنا ان شلش معاك زي ما انت شوفت كده بالكمبيوتر طبعا في مشكلة عندك تحل العلبة الشكمان تنظفها صح وتنظف السنسور بتاعته لان فيه سنسورات برضو مجرم ما بياجع عليها نسبة عدم كتير بتبدأ تنور معاك على الطابلون تبدأ تدكي العطلة على الطابلون زي ما انت شاف كده معايا فتمنى رب ان شاء الله بإذن الله يكونوا استفدتم الفيديو وان شاء الله بإذن الله انتظرونا الفيديو الجديدة واي حد محتاج اي اسئال يكتب لي بس في التعليقات ان شاء الله بإذن الله ارد عليه اي شيء بالنسبة للكهرباء الموديلات الفولف والحديثة مفيش اي مشكلة يكتب لي بس في التعليقات وانا هرد عليه ان شاء الله بإذن الله ويسيب لكم كل الاملاب بتاعتي في الوصف بتاع الفيديو وان شاء الله بإذن الله انتظروا الفيديو الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاو